السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي فلا حياكم الله أينما كنتم وطبتم وطابا ممشاكم وتبوات من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات تدبر القرآن العظيم ولازلت معكم في الصفحة رقم ثمانية في الحلقة السابقة تحدثنا عن الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وتكلمنا بالحقبة التاريخية اللي عاش فيها بني إسرائيل في عهد الهكسوس بعد ذلك عهد الفراعنة وذكرنا من هم الهكسوس ومنين إجو وبعد ذلك كيف انتصر عليهم الفراعنة وعاش بني إسرائيل عهدين عهد الحضوة ويعني الأمان في عهد الهكسوس وبعد ذلك عهد العذا في وقت فرعون وبعد ذلك ميزنا المتشابهات من ناحية كلبة ونجيناكم وأنجيناكم وأنجاكم وعندك يذبحون يقتلون ويذبحون هذا كل مر معنا في الحلقة السابقة ووقفت مع حضراتكم عند قوله تعالى الآية رقم خمسين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل ثرعون وأنتم تنظرون شوفوا أحبتي في الله قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر وهو عطف على قوله تعالى في الآية السابقة وإذ نجيناكم كأن الله تعالى يقول واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون واذكروا إذ فرقنا بكم البحر وترتيب الآيات ترتيب منطقي لأن الله تعالى تحدث في الآية السابقة عن نجاة بني إسرائيل ثم تحدث في هذه الآية عن وسيلة النجاة ومعنى وإذ فرقنا بكم البحر وفي قراءة فرقنا بكم البحر بالتشديد أي فصلنا بكم البحر لأن الفرق هو الفصل بين شيئين فقوله تعالى فرقنا بكم البحر أي أن الله تعالى فصل البحر ببني إسرائيل كأن بني إسرائيل هم الأداة التي فصل الله تعالى بها البحر وقد سمي البحر بحرا لاتساعه كما نقول للعالم أنه متبحر في العلم البحر فأنجيناكم أنقذناكم وأنتم تنظرون يعني وأنتم تنظرون إليهم إلى فرعون وحاشيته آله وهم يغرقون وهذه الآية هي مجرد تذكير بالقصة بينما هذه طبعا تذكير بالقصة بينما ذكرت القصة بتفاصيلها في مواضع أخرى من القرآن الكريم أحبتي والقصة أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وأخبر الله تعالى موسى أن فرعون سيخرج بجيشه ويطارده وسيحاول منعهم من الخروج قال تعالى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون شوف كيف أنه وأخبره الله سبحانه وتعالى أن فرعون بجيشه سيخرج لمطاردته خرج موسى ببني إسرائيل من العاصمة اللي اسمها يمكن رعمسيس وهي الآن قريبة من الشرقية جنوب بحيرة المنزلة واتجه شرقا في اتجاه سيناء وبلغ ذلك فرعون فقرر فرعون مطاردتهم ومنعهم من الخروج لأنه كان يعتبرهم عبيدا عنده ويستخدمهم في الأعمال جمع فرعون جنوده وخرجوا لمطاردة بني إسرائيل في صباح اليوم التالي يقول تعالى فأتبعوهم مشريقين يعني مع شروق الشمس خرج فرعون في ألف ألف جندي مليون جندي ومئة ألف فرس وكان الجيش المصري في ذلك الوقت هو أقوى جيش في العالم وكان عدد المقاتلين من بني إسرائيل ما بين العشرين عام والستين عام تقريبا يبلغ عددهم ستين ألف ولذلك قال فرعون ماذا إن هؤلاء لشرذمة قليلون شرذمة وكان بني إسرائيل عندما دخلوا مصر عددهم اثنين وسبعين نفسا لكن موسى عليه السلام لم يتجه إلى الشرق في خط مستقيم لأنه خرج كما ذكرت من العاصمة رعام سيس وهي كما ذكرت لكم قريبا من الشرقية جنوب بحيرة المنزلة فلو اتجه شرقا في خط مستقيم لدخل إلى سيناء مباشر دون أن يمر على خليج السويس ولم تكن قناة السويس طبعا موجودة في ذلك الوقت ولم يسري موسى بني إسرائيل في الطريق المعروف إلى الشام وهو الطريق الذي كانت تسير فيه القوافل بمحاذاة البحر المتوسط لكنه سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل في اتجاه الجنوب الشرقي لأنه كان يسير بوحي من الله سبحانه وتعالى وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يصل بني إسرائيل إلى البحر خليج السويس وهو البحر الأحمر وكانت العرب تسميه بحر القلزم وسمته التوراة بحر سوف فيعبر البحر وينجو ويغرق أهل فرحون ولو كان موسى أحبته في الله يسير بإرادته لا استحال أن يسلك هذا الطريق لأن الطبيعي أن يتجه إلى صحراء سيناء حيث هناك فرصة ولو قليلة للنجاة لا أن يحصر نفسه بين جيش فرعون وماء البحر لأنه أنت رايح وين رايح وقدامك ماء البحر فرح يصير البحر من أمامك وفرعون من خلفك فلابد أن يكون هذا المسير بوحي من الله سبحانه وتعالى فأنت ما تروح وتحبس نفسك ما بين البحر وجيش فرعون حيث لا فرصة للنجاة أبدا سارة موسى أحبتي في الله في اتجاه الشر عليه السلام كما ذكر وكان موسى عليه السلام في المؤخرة وهارون عليه السلام في المقدمة يقودهم لأن التهديد كان من الخلف وليس من الأمام فانظروا إلى القائد سبحان الله العظيم واقف هو وين واقف من حيث التهديد ما أنه هو بالمؤخرة لا كان يعني ما كان بالمقدمة موسى كان لا بالمؤخرة ووصل بني إسرائيل إلى البحر ووقفوا على الشاطئ شاطئ البحر واقترب جيش فرعون ورأى بني إسرائيل وبار الجيش جيش فرعون وقال بني إسرائيل إنا ماذا إنا لمدركون فقال موسى بملء فيه وبمنتهى الثقاء قال إن معي يا ربي سيهدين أعرفتم الآن الآيات أريدك تتصور الموقف تتصور الحالة حتى أنت رأسا تجيك الآية في الموضع الذي أنت متصوره إننا لمدركون قدامهم البحر جيش فرعون اقترب والغبار بدأ يبين أنه مقترب الجيش فماذا قال بني إسرائيل قال قال إنا لمدركون وهنا ماذا قال بملء فيه موسى وهو واقف أصلا بالمؤخرة يعني هو أول واحد مقابل الجيش فرعون كلا إن معي يا ربي سيهدين أنا بحاجة إلى هذا الإيمان أحبتي في الله هذا التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى الأمور كلها بيض رب العالمين منذ أن خلق الخلق وإلى أن تقوم الساعة أب كيف أب كيف رب العالمين زين اعلم ما كان ليصيبك لم يكن ليخطئك وما كان ليخطئك لم يكن ليصيبك هذه قاعدة عقائدية يجب أن تستقر في قلب كل مسلم بس ولو اجتمع الناس الإنس والجن على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف فخلي أنت وين خلي نظرك وتركيزك إلى الله سبحانه وتعالى فقط كن بجانب الرامي الله تعالى يرضى عنكم وروي أيضا أن رجلا من أصحاب موسى أحبتي في الله وهو مؤمن آل فرعون وقيل أنه يوشع بالنون وهو الذي قاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام والضريحه موجود الآن في غرب الأردن قال يوشع بالنون عندما وصل بني إسرائيل للبحر ووجد بني إسرائيل محاصرون بين البحر وبين عدوهم أين أمرك أين أمرك ربك يا موسى يعني نحن الآن وين نسى وين نروح أين أمرك ربك يا موسى فأشار موسى إلى البحر وقال أمامك فقتح ما يوشع بالنون البحر بفرسه حتى غطاه الماء فعاد إلى موسى وقال له أين أمرك ربك يا موسى ففعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله تعالى إلى موسى ماذا يعني روح يوشع بالنون بفرسه ويغطي الماء الفرس ويرجع يوشع والثانية والثالثة انتبهوا الله تعالى يبارك فيكم إلى أن جاء الأمر الإلهي أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كل جانب كان كالجبل الضخم الله أكبر وكان بني إسرائيل مقسمين إلى ثمية عشر سبطة ويرجع معنا بعدين شلون أي ثمية عشر طائفة كل واحد من أبناء يعقوب سبطة فجعل الله تعالى في البحر ثمية عشر طريقة لكل سبط الطريق خاص به والماء بجانب هذا الطريق كالطود العظيم كالجبل الضخم وأرسل الله تعالى الريحة والشمس على قعر البحر حتى صار يابسة الله أكبر في نفس اللحظة إما أنتم تعرفون كل الزين قعر البحر ممكن أنه إذا يمشون زين راح تدغص أرجلهم فيها لكن أيضا الله سبحانه وتعالى مثل ما قال يا نار كوني بردا وسلاما لو قال الله عز وجل للنار بردا لتجمد إبراهيم لكنه قال بردا وسلاما حتى تكون يعني في سلام وهناء على إبراهيم شال منها صفة الحر والإيذاء فشوفوا كيف أنه الله سبحانه وتعالى بعد أن أوحى إلى موسى أن يضرب عصاه البحر فانفلق البحر زين هذه الأرض أرسل الله تعالى الريحة والشمس على قعر البحر حتى صار يابسة يقول الله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا ليس هذا فحسب أحبتي في الله بل لما دخلوا في الطريق قال بعضهم لبعض ما لنا لا نرى أصحابنا وقالوا يا موسى أين أصحابنا لا نرهم فأوحى الله تعالى إلى موسى فأشار بعصاه إلى الماء على جوارب الطرف فانفتحت فيها نوافذ فأصبحوا يرون بعضهم بعضا ويتكلمون إلى بعضهم بعضا يا إلهي انظروا إلى عظمة الإعجاز هذا واللي شافوه اللي شافوه حتى بعدين نشوف إيش سووا بعد ما هم عبروا وشافوا هذه المعجزة العظيمة سبحانك ربي سبحانك ربي لما جو على جماعة لهم إله وهذه في سورة الأعراف وتمر معانا إن شاء الله اجعل لنا إلها كما لهم آلها ولكن تشوفتم هذا الإعجاز العظيم هسأت الآن زين وجعل القاع البحر يبسة ومشيته زين وبعد هذا تريدون إله كما لهم آلها نسر الله لا أفوالعافية المهم موضوعنا الآن أحبتي عبر بني إسرائيل البحر من منطقة خليج السويس سويس اللي هي الآن حاليا وهي مسافة حوالي طبعا تقريبا سبع كيلومترات وهي مسافة يقطعه الشخص العادي مشيا على قدميه تقريبا في أربع ساعات سبع كيلومترات ما قليل سبعت آلاف متر حتى إذا خرج جميع بني إسرائيل من البحر أراد موسى أن يضرب البحر ليعود إلى سيولته وإلى استطراقه فيقطع الطريق على جيش فرعون فلا يستطيعون اللحاق بهم لكن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يترك البحر كما هو ماذا قال واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون يعني مثل ما أنه أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى أضرب بعصاك البحر فانفلق فلما خرج كل بني إسرائيل فأراد أن يعيد الكر موسى أن يضرب هذا المكان بالعصى حتى يعود البحر لا جاء الأمر للهي واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون يعني اترك البحر كما هو خليه وخلي هذا الطريق مفتوح وصل فرعون إلى البحر وشاهده منفلقا وقد كان يمكن وقد شاهد هذا المشهد العجيب أن يدور حول خليج السويس ويلحق بني إسرائيل في سحراء سيناء لكن فرعون وقف أماب البحر وقال جنوده في كبر وغرور وغباء ألا ترون البحر فارق مني قد انفتح لي حتى أدرك أعدائي خيلوا ماهو كان يقول أنا ربكم الأعلى فبدأ يتفاخر قول أنه البحر هذا يعني انفصل أنا لي حتى أدرك أعدائي والعجيب العجيب يعني إذا هو الغبي يعني البقية همين أيضا أغبياء العجيب أن جميع الجيش أطاعه في غباء وحماقة ولذلك قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين طاغية أحبتي في الله لا يصدقه ولا يطيعه ولا يدور في فلك غبائه وحماقته إلا الفاسقين سبحان الله ومسح لعقولهم بعد ما يشوفوا أي شيء فلما أراد فرعون أن يقتحم الطريق أبت الخيلة أن تقتحم يا إلهي يعني هذا أجلكم الله الحيوان ما يريدي يفوت وأنت يا فرعون أتريد تفوت أبت الخيلة أن تقتحم يعني حتى الحيوان أذكى وأنقى من هؤلاء الطغة وكانت كل الأحصنة من الذكور فنزل أحد الملائكة بخيل أنثى فلما شمت خيول فرعون رائحة الأنثى اقتحمت في أثرها تخيلوا حتى إذا كان جميع جيش فرعون في وسط البحر وهم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم يعني أولهم عن شاطئ بني إسرائيل وآخرهم عند الشاطئ الآخر تخيلوا يعني مشاوا وعبروا وتقريبا يعني كانوا رح يصلون إلى الشاطئ بعدما عبر بني إسرائيل فصار أولهم هناك وآخرهم عند الشاطئ الآخر أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر مرة أخرى فأعيد الماء إلى سيولته واستطراقه وانطبق عليهم البحر وبرقوا جميعا وأنتم تنظرون هذه هي طلاقة قدرة الله تعالى أنه تعالى أنجى وأهلك بالسبب الواحد أنجى وأهلك بالسبب الواحد فافهموا يرحمكم الله يقول تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون تنظرون إليهم وهم يغرقون فالله تعالى يمن على بني إسرائيل أنهم شاهدوا عدوهم وهو يغرق لسببين أولا حتى يطمئن أنهم لن يعودوا إلى العذاب مرة أخرى لأنهم لو لم يشاهدوهم وهم يغرقون ربما راح يظلوا خايفين من أنه فرعون بعد لا زال عايش وسيعود لمطاردتهم والانتقام منهم يعني راح يظلوا عايشين في خوف ورعب بينما لما شافوهم وهم يغرقون شوفوا مقدار الطمأنينة اللي صاروا فيها بعد هذا المنظر تخيلوا انتهى الخوف ودخلت السكينة في قلوبهم بعد خلص ماكو فرعون ماكو حاشية فرعون ماكو واحد راح يطاردهم ماكو واحد راح يأذيهم حتى قيل أن بني إسرائيل بعد غرق فرعون قالوا لموسى إنا نخاف أن لا يكون فرعون قد غرق فدعى موسى ربه تبارك وتعالى فأخرجه لهم ببدنه حتى يستيقنوا لاحظتم؟ والثاني حتى يكون ذلك أشفى لصدورهم فيكون عطاء الله لبني إسرائيل ثلاث عطاءات وليس عطاء واحدا عطاء النجا عطاء أنه أهلك عدوهم وعطاء أنه أهلك عدوهم أمام أعينهم نجاهم وأهلك عدوهم؟ لا وهم ينظرون وشافوهم كيف أطبق البحر عليه موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم صام هذا اليوم شكرا لله وكان هذا اليوم هو العشر من محرم وهو الذي نطلب عليه اليوم عشراء روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عشراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصومه وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنص يوم يوم عشراء يكفر ذنوب السنة الماضية البعض طبعا من الناس يرجع معجزة شق البحر إلى ظاهرة المد والجزر ظاهرة المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث في جميع بحار ومحيطات العالم في مرحلة المد يحدث ارتفاع تدريجي في منسوب مياه سطح البحر والجزر يحدث انخفاض تدريجي في منسوب مياه البحر وتنجم هذه الظاهرة عن تأثيرات المجتمعة لقوة جاذبية القمر والشمس وخصوصا القمر لأنه أقرب من الشمس ودوران الأرض حول محورها قوة الطرد المركزية وقالوا أن موسى يعلم هذه الظاهرة جيدا في هذه المنطقة من البحر الأحمر لأنه مر عليها مرتين مر أثناء هروبه من مصر بعد أن قتل المصري ومر أثناء عودته إلى مصر بعد أن أوحي إليه فاستغل موسى عليه السلام هذه الظاهرة فمر ببني إسرائيل أثناء الجزر فلما دخل جيش فرعون بدأ المد فغرق الجيش هكذا يقول بعض المستشريقين ونحن لازم نجيب حتى من يسمع بعض المسلمين هذا الكلام لا يلتبس عليه الأمر وأقول بالله التوفيق أن هذا الكلام غير منطقي تماما لأن المد يكون ارتفاع الماء بشكل تدريجي ولا يمكن أن يغرق جيش بهذه الضخامة وقد نفى القرآن العظيم هذه النظرية حين وصف المشهد قال تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم وهكذا نفى القرآن العظيم هذه النظرية قبل أن تقال بأكثر من ألف سنة وهكذا أحبتي في الله يرد القرآن العظيم ليس فقط على ما يقال وقت نزوله ولكنه يرد أيضا على ما سيقال بعد نزوله وإلى أن تقوم الساعة الآن افتهمنا هذا الموضوع وأنتم تنظرون زي لآلة بعدها ماذا قال تعالى وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ يا الله وَإِذْ وَاعَدْنَا وَفِي قِرَاءَةَ وَإِذْ وَاعَدْنَا وَاعَدْنَا يعني بدون الألف تعني إفراد الوعد من الله وعدنا وعدنا إفراد الوعد من الله أما إذا وعدنا فهي مفاعلة بين اثنين وعد من الله تعالى لموسى ووعد أو أهد من موسى لله تعالى وَإِذْ وَاعَدْنَا يعني وَاذْكُرُوا إِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى وهذا هو الإنعام الثالث دائما نرجع ونشوف الصفحة التي قبلها الصفحة رقم سبعة دائما نقول وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وهذا هو الإنعام الثالث الذي يذكره الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل تعرفون موسى وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى موسى كلمتان يعني بهما ماء وشجر فمو هو الماء وشا هو الشجر فسمي موشا ثم قلبت الشين سينا فسمي موسى وسمي بذلك ليش أحبتي في الله لأن أمه لما وضعته في التابوت حين خافت عليه من فرعون لأنه كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أنه ولد في العام الذي كان فرعون يقتل الذكور فيه وهارون ولد في العام الذي لا يقتل فيه الذكور فلما خافت عليه من فرعون وألقته في اليام كما أوحى الله إليها واليام الذي ألقته فيه هو النيل دفعته الأمواج حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجنا جواري آسيا امرأة فرعون يرتسل فوجدنا التابوت فأخذناه فسمي باسم المكان الذي وجد فيه كان المكان فيه ماء وشجر فقيل موسى ماء وشجر سبحان الله أما نسبه عليه السلام فهو موسى ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام عليهم طبعا جميعا الصلاة والسلام وعلى نبينا أغضر الصلاة وأتم التسليم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة هذا الوعد من الله تعالى كان وعدا من الله سبحانه وتعالى لموسى ولبني إسرائيل بإعطاء موسى المنهج وإنزال التوراة عفوا ووعدا بالكلام لأن الله تعالى حين كلم موسى بجانب الطور أبلغه أنه رسول وأرسله إلى فرعون ليخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وأيده بآيات ومعجزات حتى يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من عند الله وطوال فترة بقاء بني إسرائيل في مصر لم يكن هناك منهج ولم تكن التوراة قد أنزلت كأن الله تعالى من رحمته لم يرد أن يكلفهم بمنهج وهم في هذا العذاب الشديد الله أكبر يا الله كم أنت رحيم ربي كأن الله تعالى من رحمته لم يرد أن يكلفهم بمنهج وهم في هذا العذاب الشديد لكن بعد معجزة شق البحر ونجات بني إسرائيل وراح بعد الخوف والعذاب وصاروا في مأمن كان لابد من إبلاغ بني إسرائيل المنهج ولذلك قال موسى لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالمين أتيتكم بكتاب من عند الله يبين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلما حدثت معجزة شق البحر وأغرق الله فرعون وحشيته قالوا يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب موسى عليه السلام إلى ربه ومكث على الطور أربعين ليلا وأنزل الله عليه فيها التوراة جملة واحدة وقربه ناجيا وكلمه من غير واسطة وكانت التوراة مكتوبة في ألواح وقيل أنها ألواح من الزبرجد وهي نوع من الأحجار الكريمة لونه زيتوني شفاف شديد الصلابة حتى أنه أكثر صلابة من القرانيت اللي نعرف اليوم الآن اللي نسمي القرانيت يقول تعالى وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلًا هذه الليالي أحبة في الله حُدِّدت أولا كثلاثين ثم زيدت عشرا فأصبحت أربعين قال تعالى في سورة الأعراف وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثينَ لَيْلَهَ وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّه أربعين ليلة كأن الله تعالى وعد موسى بلقائه والتكلم معه ويعطاه التوراة بعد ثلاثين ليلة فصام موسى هذه الأيام الثلاثين استعدادا للقاء الله تعالى فلما انقضت استاكى موسى استعدادا للقاء الله تعالى فقال له الله أما تعلم يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك فصام موسى عشرة أخرى وهذه الليالي الأربعين هي ليالي القعدة وعشرا من ذي الحجة وبعد انقضاء هذه الليالي الأربعين التقى الله تعالى موسى وقربه نجيا وكلمه وأعطاه التوراة تخيلوا عندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الزمن يتكلم دائما بالليلة لأن العرب كانت تؤرخ بالليالي فكان أول الشهر عند العرب ليله وليس نهاره ولذلك في رمضان نصلي التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان قبل أن نبدأ الصياب اليوم شفنا الشهر قل لك اليوم شفنا الشهر بكرة أول يوم رمضان احنا بعد صلاة العشاء اليوم راح نصلي بعد ما ما صمنا صلينا التراويح قبل أن نصن بينما لا نصلي التراويح في آخر يوم لما يشوفون يقول لك غدا هو العيد فهذه الليلة لا نصلي فيه التراوح وصلت أحبتي في الله وسبب في ذلك أنك لا تستطيع أن تحدد الزمن عن طريق الشمس إلا للمتخصصين طبعا لكن الشخص العادي إذا نظر إلى قرص الشمس لا يمكن أن يحدد في أي يوم من الشهر نحن لكن في الليل إذا نظرت إلى القمر فستحدد في أي يوم من الشهر نحن هل نحن في أوله أو وسطه أو آخره فإذا كان القمر هلالا فنحن في أوله وإذا كان بدرا فنحن في أوسطه والبدوي في الصحراء يمكن أن يحدد اليوم بدقة بمجرد النظر إليه فيقول لك هذا القمر ابن كذا ليلة عرفتم؟ ولذلك في مقاييس الدين نجد غالبا النهار هو الذي يتبع الليل فنقول ليلة القدر ليلة النصف من شعبان ليلة الإسراء والمعراج ولا يتبع الليل النهار إلا في يوم يعرفه فقط وذلك لفضله كما تعلمون أحبتي في الله وعندما يقول تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة إشارة إلى أن لقاء الله تعالى بموسى كان في الليل وليس في النهار ثم ماذا قال تعالى؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يعني هذه القصة سبحان الله العظيم أنا كل ما أقراها وكل ما أمر عليها يعني يقف شعر جسمي يعني أنتم بالنسبة لكم كل اللي شفتوه وأنقذكم الله وشفتوه بعينكم وأغرق الطاغي اللي كان يعذبكم قدام عنكم وتتخذون العجل يا إلهي قصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل وعبادته في غيبة موسى عليه السلام عندما ذهب إلى ميعاد ربه على الجبل هذه قصة مفصلة في سورة طاها وهذه السورة سورة مكية نزلت قبل سورة البقرة وقد ذكرت القصة يعني هنا بس مجرد يعني ذكرت القصة هنا ثم اتخذتم العجلة تعرفون أنت القصة هناك السامري وما شابه وإن شاء الله في يوم الأيام نصد عليها ذكرت القصة هنا أحبتي لمجرد التذكير بالقصة القصة أنه لما وصل فرعون وجيشه إلى البحر ورأوه من شقا وأمر فرعون جيشه أن يقتحم خلف بني إسرائيل خافت الأحصنة كما ذكرت لكم أن تقتحم تخيلوا الحيوان أجلكم الله أذكى من فرعون وحاشيته فأرسل الله تعالى جبريل على فرس أنثى فلما اشتمت الأحصن رائحة الأنثى اقتحمت البحر وكان ممن رأى جبريل عليه السلام انتبهوا إلى القصة أحد أصحاب موسى وهو السامري حتى لما ذكرنا بالبداية الفرس الأنثى زين ليش ذكرناها حتى نصل إلى هذه القصة ربطوا الأمور بعضها ببعض أحبتي في الله وفهمها وكان ممن رأى جبريل عليه السلام أحد أصحاب موسى وهو السامري ورأى السامري أن الحصان الذي يركبه جبريل كلما وطع على الأرض كلما اخضر في الحال ونبت فقال في نفسه إن لهذا الفرس لشأنا لشأنا فأخذ قبضة من التربة التي يدوس عليها الفرس بحافره وظلت معه يقول تعالى قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي أما كيف رأى السامري جبريل هذا إن شاء الله تعالى ما سنعرفه في الحلقة القادمة أستودعكم الله إن شاء الله طبعا أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر